وصلنا لآخر وأهم قسم من برنامج الزعيم السؤال هل توقف التصويت؟ الجواب نعم السؤال الثاني هل صار تبلو نتيجة حاضر؟ بالتأكيد صار حاضر ليحة الحلعة السكة فازت بأول تصويت بالبرائم الثاني ليحة المواطن فازت بالبرائم الماضي وثالث تصويت لمصلحة أي ليحة الجمهور قال كلمته يلي ما بتحمل أي تأويل أعلى مجموعة من الأصوات رح تروح ل النتيجة عم تطلع قدامنا هلأ مباشرة على الهوى إذن ليحة الحلعة السكة 58% ليحة المواطن هارد لك هالمرة هون يبشير مشاهدينا أنه بسبب خروج عليه من البرنامج فيها الأدة تفاوت بين النتيجتين لأنه بطبيعة الحال كل فرد من أفراد الليحة بيجير صوته للليحة كاملة كتار فرحوا بهالخبر وكتار انصدموا دايما بالتصويت في مجموعة بتربح ومجموعة بتخسر لكن الخسارة عمليا رح تطال مرشح واحد وهو الحلقة الأضعف بالفريق فمين رح تختار لجنة الحكم؟ هيدا يلي ناطرين نعرفه بعد ما نشوف آخر تقرير عن ورش العمل والدروس الأكاديمية بس بمقر الزعيم مقر الزعيم ورش دائمي وعمل ما بيتوقف بإطار اللقاءات الأسبوعية التسئفية نعقد جلسة نقاش طبعة اقتصادي نقابي وكانت إضاءة من الأستاذ مصطفى سعيد على مسألة ركود وتجربة هيئة التنسيق النقابية نشكر دعوتنا لنعمل هالجلسة المشتركة حابب أنه نتعرف على بعض واسمع من كل واحد مش بس اسمه أو اسمه أيضا إذا عدوا بنقابة أو إذا عنده خبرة أو عنده خبرة بالعمل النقابة الفكرة اللي أنا بدي ناقشها أنا وياكم هاو مش مثل بعض نقابة المهن الحرة هي تختلف تماما عن النقابة العملية نحن أمام مجموعة من الشباب اللي عندهم حماس ولكن يتطلب منهم بزل جهد أكبر سواء بالاطلاع على تاريخ المجتمع اللبناني بشكل أفضل خاصة الجانب العمالي النقابي أما أندري أبو عواد ليوصل على مقر الزعيم برفقة نعيم زين فحكي مع الشباب بموضوع معاصر جدا وهو تنمية أدراتهم باستعمال مواقع التواصل لإيصال رسائلهم بدنا أكتر عالم يشوفوكم ويعرفوكم مش بس على الشاشة على السوشال ميديا تصيروا professional online presence للكون والعالم يصيروا interacting معكم ويحبوكم أكتر ويلي بدوا يشتغل سياسة ويكون زعيم مختلف لازم يسلك طرق التواصل الحديثي لمخاطبة الرأي العام وطرح أفكاره المشتركين كلهم عندهم فيسبوك بيج ويحبوكم على السوشال ميديا فكتير مهم أنه هالمشتركين يكونوا عم بيوصلوا الهدف طبعهم والرسالة اللي عندهم إيها للأشخاص عبر السوشال ميديا إذن وصلنا هلأ للحظة الحاسمة يلي من خلالها بتقرر لجنة الحكم أي فرد رح تستبعد من الليحة ولكن قبل ما انتقل لأخذ رأي اللجنة رح بلش معك نيكولا بسؤال وبدأ جواب واضح عليه مين برأيك الحلقة الأضعف بفريقك بتصور أنا هيدا المرة هلأ عمنا عمل بطولات؟ لا لا مش بطولات لأنه حسب ما فهمت وحسب ما شفت أنا كنت قاعد رانيا أنا جمعة الماضي سميت الجمعة هاي عن جد ما في حدا قادرة سميه لأنه كلهم كانوا عم بتعاونوا معي ونيكولا بالذات كان متعاون رغم أنه كان رافض للفكرة بس هو كان متعاون معنا كفريق وفعلا هيدا من المجامع لهيدا الحقيقة جوال بما أنه عند الحصانة أنا كنت الحلقة الأضعف حلو منك جوال يمين حتسمي يعني بقيني بقين لو شو ما سأل مايا أنا بعتقد لو نسألت هالسؤال قبل ما يفيل علي رح أقول علي وهو بيستحق كان يفيل فجوابي يعني هو علي شكرا لقلكم بنتقل هلأ لأسمع إبراهيم أنا برأيي خلص تعاقب الفريق علي طلع برا وما في داعي يطلع حدا بكفي علي كأنه كأن علي كان بينهم وخسره وشلنا علي كمان راغي دا أنا بفتكر إنه هاللائحة هيد دفعت ثمن ثمن كبير وكمان علي متل ما أنا بيقول إبراهيم هو كان الحلقة التي أضعفت الفريق بقى هلأ بتمنى لها الفريق إنه فعلا تحطوا إيديكم إيديهم بعض وحتى ما أكون أربعة مقابل خمسة بتمنى عليكم إنه فعلا تركزوا على الكفاءات اللي عندكم معنا بعتقد إنكم أنتوا فريق أو كتير كاملوا وجوال في جي جي أنت هلأ جوال وفي جوزاف بقى نخلي دا فيما يتقوى شوي صلا تلاقي خد رأيي مريم نفس السياق الفريق نظلم كتير كفة بأربعة وفقد عنصر فبعتقد الظلم أولا بتصويت الجمهور لأنه كمان يعني علي كان يجيب نسبة أصوات من الناس فهودي فقدوهم طبعا بصير ترتفع شعبية الفريق الآخر الحل على السكة فبعتقد كمان بموضوع التصويت نظلم كرمال هيك أنا بوافق إنه ما يفل حدا ويبقوا على الرقم أربعة بالمبدأ بعتبر أنه علي كان ممكن يكون اختياري وبالنهاية بتصور عليه طلع حاله بس كمان يعني لازم نعمل شغل أكتر ومتفاجأ شوي بالنتيج تصويت الجمهور يمكن فيه عملية حسابية أثرت على وضعكم وبتقديري أنا ظلمتكم أنا على الأقل كعضو بهاللجنة فيني أعتبركم أنتو كنتوا ربحانين بس بسبب خطأ عليه وبتصور يعني بتمنى ما يكون الجمهور عم بيصوت حزبيا أو تحذبا لأشخاص مثل ما عادة بيعملوا يصوتوا للي عم يعمل أحسن مش لأنه صاحب أو بحبه أو شكرا إذن بعد قرار اللجنة فإذن ما حدا فيكن رح يغادرنا الليلة جوان أنت مبسطة أنا لا بس بدي أشكر اللجنة بالنياب عن كل الزوما لاقي عن جات كلكم زوء شكرا وإن شاء الله بأربعة أشخاص نقدر نعطي أكتر شكرا 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 أنا في حديث لألي بيني وبينك بعدين زعابي أسرع عليك رانيا سرع لو سمحت بس أنا بدك نسيت وضح شو سبب الخلاف بيني وبين علي هو كان بدو يحشد أكبر عدد ممكن من فعاليات البقاع ليكونوا موجودين عندهم كلمة رانيا ونحنا بنا كان ما علي لأنه هاي متوضحت كان عنده كان له حق يرد أنا ما قدرت ردات إذا ما ممكن داليا رانيا وضحت فكرتك فكرتك واضحة لأنه طبعا نحنا عنا اليوميات وعنا التأرير المفصلة كانت عم تتابع وبالتالي الفكرة واضحة شكرا لإلك رانيا إذن بعد النتيجة اللي توصلت للجنة الحكم أمام اللي يحتين أسبوع صعب وشغل كتير جدي المطلوب من اللي يحتين الأسبوع المقبل الدفاع عن قضية مدنية اجتماعية أو سياسية أي قضية بشرط تكون طريقة الدفاع مبتكرة وغير تقليدية البرايم انتهى المرشحين الراجعين على مقر الزعيم للبدء بالتحدي الجديد يمكن من الليلة وفيكم مشاهدينا تتابعوا كل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكر أعضاء لجنة الحكم إلي خوري مريم البسام راغيدة درغام وإبراهيم الأمين وما بنسى ضيطنا وليد توفيق أنا بنتقل فيكم مجددا بأخبار الزعيم من الخميس للأحد مباشرة بعد الأخبار خليكم معنا ومع البرنامج الأول من نوعه بلبنين والشار الأوسط والأكثر إثارة للجدل الزعيم تصبحوا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر